هيا يا أطفال هيا نماتيا وقم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا وبيكت كتوة كوكو وكل يورفقنا تعالوا هلم إلينا الضمو أعمو ياسي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العبو مع عمو ياسي دعالوا هلم إلينا الضمو مع عمو ياسي دي راح نبدأ مع الدخول المدرسي والدخول الاجتماعي إذن نقول لكم كامل يا أطفال مرحبا بكم احنا تاني توحشناكم توحشناكم بزاف إن شاء الله هتكون قديته عطلة جميلة عطلة وين تمتعته بالأوقات هذه كامل مع الأولياء انتعكم وعلى عائلة انتعكم وكامل ودركها يجي وقت الجد والاجتهاد بهذا الدخول المدرسي إن شاء الله نتمنى لكم دخول موفق إن شاء الله وعمو يزيد توحشكم بزاف إذن راح تكونوا معنا في أول حصة في هاد الدخول الاجتماعي واش رايكم يا أطفال تقولوا لي كامل وين رحتوا في العطلة هدي واسمك بنتي انت يا واسمك ماريا ماريا وين رحت ماريا رحت معا بابا واسمها بابا للبحار آه رحت للبحار برافو برافو وين توليدي واسمك محمد أهنس محمد وين رحت محمد في العطلة نشعة لغبات عشر آه لغبات عشرية على في البليدة الشابة هايلا هايلا وقعد ودوكم نجري عندكم كامل واسمك وليدي أهنس محمد ناعي وين رحت في العطلة هدي إلى البحر إلى البحر وانت يا بنتي شاطرة واسمك ماريا ماريا وين رحت ماريا للبحر للبحر تاني شكولي راح للبحر كامل آوه تحبو البحر واسمك تيا어나ي بنتي ماريا ماريا تاني وين رحت للبحر تاني برافو أقعد أقعد ولدي أقعد واسمك أنا اسمني عبدالرحيم عبدالرحيم أنا انا أقعد ماعليش 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 أرجع المكان لأي secondary واسمك؟ عبد الرحيم وين رحت عبد الرحيم؟ رحت البحر البحر نعم؟ درك الشواب ذه тير ههلا ههلا موۏت اوليدي واسمك؟ روح روح روحنا للبحر برافو يا أطفال أنا حبيت برك شكو اللي يقدر يقول لي الشي المهم راكم تشوفوا العلامات اللي رمهنا وحنا في شهر قوت وش هي المناسبة المهمة اللي نحتفلوا بها وش هي الصومال عد الشهيد عد الشهيد وش يصادف اقعد وقعد في مكان وقعد في مكانك تعرفي بنتي وش هي المناسبة الفضل ها ما تعرفي هاش شكو اللي يعرف قل لنا وش هي المناسبة مؤتمر السمام 正 laatste مؤتمر السمام يوجدين أن يفعل مؤتمر السمام أي يوم يوم أود شهر أود يوم يوم عشرين برافو يوم عشرين أود في أي سنة في أي سنة 1956 1956 ونحن في أي سنة أي سنة 2000 2016 كون يقول لي من 1956 حتى 2016 حكي من سنة تعرف 60 سنة 60 سنة إذن يا أطفال مؤتمر السمام عنده 60 سنة 60 سنة على بركم لمؤتمر السمام جاء في فترة كان أول مؤتمر اللي نظموا فيه صفوف الطورة شكول يقول لي في أي منطقة وين راح وين ندار مؤتمر سمام في أي منطقة أو لأي مدينة وين في ولاية بيجايا في مدينة إفري واسمها هذا كل وقت مدينة إفري شكول يقدر يقول لي المدينة واسمها القرية القرية اللي داروا فيها مؤتمر سمام واسمها تعرفي هاش تعرفها في بوزل لاب لا 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 ماكش بعيد ولكن تعرفهاش شكول لي عرفها واسمها وزل لاجن ووزل لاجن والا القرية هادي القرية هادي اوه حكمي لعلم هذا بنتي والا القرية هذه القرية هذه واسمها وزلاجن وزلاجن هذه اللي ندار فيها مؤتمر صمام لأول مرة في 20 أوت 1956 هذه المناسبات هذه لازم نحتفلوا بهم لأن الهوية تعنا والمستقبل تعنا كامل في تاريخنا يا أخي وش رأيكم أنا دايما كي نبدأوا الحصة نقول لكم لغز تحبون على الغاز نعم خلاص راح نقول لكم لغز انتوما والأطفال اللي راميش يهدوا فينا تقدروا الجاوب بوتني عبر الانترنت بهذه الطريقة هذه إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد بون كوم تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي إذا دخل الماء لا يبتل وإذا دخل النار لا يحترق نعود اللغز ما هو الشيء الذي إذا دخل الماء لا يبتل وإذا دخل النار لا يحترق إذا فكروا إلى غاية نهاية الحسانتو متاني شاطرين باش تعطوني الجاوب انتعكم انتمو والأطفال انتعكم انتمو والأطفال اللي رميش يهدوا فينا إذا احنا بهذه المناسبة هذه اخترنا شخصية مرموقة شركة في مؤتمر السومام وهي الشهيد سليمان دهيلس إذا كلفنا أيمن باش يديرنا بحث عن شهيد سليمان دهيلس نتفضل أيمن بشيء على أطفال بسألوا الخير يا أطفال بسألوا اليوم جيت نحكي لكم على عقيد سليمان دهيلس قائد عسكري في صفوف الثورة الجزائرية معروف باسم سي السادق من مواليد منطقة الواضية تيزي وزو انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري في الأربعينيات عند اندلاع الثورة التحريرية كان من سباقين إلى التحاق بصفوف جبهة تحرير الوطني وانضم إلى الثورة في يوم 2 نوفمبر 1954 شاركوا في مؤتمر السومام ممثلاً لمنطقة الرابعة التاريخية بانتقال عقيد أعمران إلى تونس سنة 1957 أصبح قائناً للولاية رقي إلى رتبة عقيد قائد ولاية وصار عضواً في مجلس الوطني في الثورة الجزائرية ثم عيناً في قيادة العمليات العسكرية وشغل منصب نائب عقيد هواري بومدين في جبهة غربية إلى غاية الاستقلال عند استقلال انتخب سليماند هيليس نائب في تيزي وزو اعتزل النشاط السياسي إلى أن توفي بالجزائر العاصمة في 5 نوفمبر 2011 عن عمري يناهزو 91 سنة دوفينا في يوم موالي بواضية مسقط رأسي بولاية تيزي وزو شكراً 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 ايمن وش رأيكم من غنو الأغنية تعد دخول مدرسي نقول فيها صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب يلا إذن صباح الخير مدرستي تغنو كامل معي صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب لا 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 انتهت العطلة الصيفية أيام الراحة كدوى النوم اشتقنا لك يا غاليتي عدنا لك لطلب العلم انتهت العطلة الصيفية أيام الراحة كدوى النوم عشنا أوقات هانية اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب لا 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 اشتقت لك من الأعمار ما فرقت مخيلتي اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي اشتقت لك من الأعمار ما فرقت مخيلتي اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي صباح خيري مدرستي جئنا ندق عليك البار اشتقت لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب لا 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 فلا زال هناك نزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد فلا زال هناك نزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد صباح الخيري مدرستي جئنا ندق عليك البار اشتقت لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب برافو 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 عمو يزيدي برافو 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 يا أطفال عجبتكم الأغنية؟ برافو 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 إذا يا أطفال وش رايكم؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم يلا دروكا راح نستقبلوا صديقنا نوردين اللي جانا من مدينة تيارت تعرفون مدينة تيارت؟ نعم إذا نصدفوا نوردين فهاد ألعاب الخفة تسفقها لنوردين اوه تسفقها تسفقها حسنا حسنا خبرات سعمern شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العمو عرفان والحمار و الكسلان اذا اطفال كما وعدكم احيا احكيركم حكاية العمو عرفان والحمار الكسلان كان واحد النهار عمه عرفان هذا عنده مزرعة عنده مزرعة وعنده زوجتها الحمير عنده واحد حمار ناشيط وعنده واحد يحب غير يرقد ويأكل ماذا به يلو كان الدنيا هذي فيها غير يرقد والمكلة وما يتعبش جاع اذا كان دايما يدير لهم كل مرة واشي يحط فوقهم بضاعة باش يروح للسوق كل مرة يدير حاجة وكل مرة هذيك الحمار هذيك الكسلان يسيب خدعة خدعة كاشي يدير مثلا في واحد اليوم عمه عرفان عمروه بالملح قالوا ادي هذي الملح للسوق وفي الطريق كي جاريح البركة ساب واحد البركة هكذا في طريق كي جاريح في طريق هكذا ساب واحد البركة كي ساب هذيك البركة ساب جاتوا فكرة قال نادوك انه ندخل في البركة هذي في الماء يدوب هذيك الملح يدوب هذيك الملح وراح يخف الوزن انتاعي وراح ما نتعبش أنا كامل وننكمل الطريق تاعي مرتاح أنا نحب الراحة وما نحبش جاع العمل والتعب ادخل في هذيك البركة وداب هذيك الملح كي داب هذيك الملح وبعد خرج من البركة صاب روحه خفيف هكذا وبعد كي لحقل السوق عمو عرفان شاف هذيك البضاعة مكانش سافها دايبة كامل قالوا وش دار هذي وراه البضاعة هذي وين راحت وبدأ يخمم 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 قال انا لازم نعسوا هذي الحمار باش نشوف وش راو يدير هذي الحمار الكسلان هذا نشوف غدوة من داك عاود عمر له تاني بالملح عمر له كامل دهره بالملح وقعد وخلاه يمشي قالوا وروح للسوق وقعد يعس فيه يعس فيهم البعيد بعد فاقله شافوا يدخل في هذيك البركة ويدوب هذيك الملح كامل وبعد يوصل بلا بضاعة خسروا بزاف المال هذيك عمو عرفان وبدأ يخمم يا ربي كيفاش ندير له هذي الخداع هذي الحمار الكسلان الكسول اللي حب غير قد كيفاش ندير له كيفاش ندير له كيفاش ندير له تبجته فكرة قالوا دوك نوري لك غدوة من داك راح واش يدير له في ميزكم انتما في بالكم يعني واش ندير له عمروا بالإسفنج بالإبونج عمروا دالوا دالوا المطارح حقدها من فوق تعل الإسفنج من فوق حقدها دالوا بزاف واربطهم وقلوا رح للسوق بالرغم أنه يقع لبلكم بالإبونج خفيف بالرغم اللي خفيف يمشي هذيك الحمار الكسلان هذيك الخداع بعد كل حق البركة قال أنا الحمولة تعي ووزنها مشي تقيل بصح معليش نزيد نخففها باش ما جينيش تقيلها ونقدر نكمل طريقي مرتاح دخل في هذيك البركة كي دخل في هذيك البركة واش سرى الإسفنج تعمر بالماء وصبح تقيل 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 ما قدرش يتحرك كامل يا هاربي أنقيدوني أنقيدوني ما نقدرش كيفاش ندير نخرج قريب غرق في هذيك البركة ومن بعد عمو عير فان قالوا شفتي يا واحد الخداع قالوا وكان ما نسلكك شدركها مشي تموت قالوا عمو يازي سوف نستخلصوا من الحكاية إلى أنه النجاح يحتاج إلى الهمة والنشاط بالضبط إذا الإنسان لازم يكون عنده الهمة والنشاط والعمل اللي نقوم به لازم نتقنوه يا أخي إتقانوا العمل العمل عبادة يا أخي إذا إتقانوا العمل من الإيمان يا أطفال لازم الإنسان العمل اللي يكون عنده يتقنوه إذا يا أطفال عجبتكم حكاية عمو يازيد أنا أدرك يلحقنا لهذه الفقرة هذي اللي نحبها بزاف هي الفقرة اللي تجو هنا تحكولي النكت يا أخي إذا شكولي عنده نكتة جميلة تعالي 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 يا قعدة بنتي وش عندك بنتي حكي من ميكرو واسمك نوها وين تسكني نوها في بني مرد بني مرد وين جاية في البليدة بش يعرفون مشاهدينا بشوفو فينا بنات بلدة مدينة الورود الورود كيمانتي وردة تاني يا أخي وش عندك وش حبيت تدخليننا حبيت نقول لكم نكتة شاب صغيرة بصحة قوليها لنا قوليها لنا بنتي قال لك واحد النهار واحد زوج ذكورة واحد واسمه وش دخلك واحد واسمه عقلك وش دخلك هاتف حيث يميه موضمنونونم بعد عقلك احيار ابنتي او وس علت القاتل المعلمة قولناها بالأمامة قال له ماتفلك؟ قال له كيف ماتفل؟ قال له أسماك؟ قال له ماتفلك؟ قال له أركضاً قال له أفرح راو عقلك قال له. ماذا عندك في يدك بنتي؟ كيقة عندي زوج أسماء اذهب هيا اخوات في مكانك؟ أأخوات نضلني ماذا عندك؟ عندي زوج أسماء وأنا أشبت أقدمهم يلا تفضلي تفضلي قولينا افتحي الورقة قدميهم يعني ديني معاني الاسماء هكذا؟ اي اه تفضلي يلا وش هو الاسم الاول؟ يزيد يلا تفضلي بنتي السلام عليكم يا أطفال الصغار قتلكم السلام عليكم وش تقولوا لها؟ وعليكم السلام عبدي 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 السلام عليكم يا أطفال الصغار سلام عليكم السلام عليكم انا نوها نقدم لكم ركن جديد اللي هو ركن معاني الاسماء نعرف بلي كل اسم عنده معنا ونا اليوم جبت لكم زوج اسماء اسم ذكر واسم انتا نبدأ على بركة الله الاسم الاول يزيد هو اسم ذكر عربي يتمتى صاحب هذا الاسم بالكرم الزايد وحسن الاخلاق كما انه محب ورطيف في تعاملهم مع العالم والمميز فيه البشاشة الدائمة سبحان الله اسم على مسمى أما الاسم الثاني وهو رانيا تحية لطاة رانيا رانيا هو اسم مؤنث عربي الأصل وهو عبارة عن زهر من أنواع الظهور تتمتع صاحبة هذا الاسم بالهدوء وكثرة الدلع والرقة العالية شكرا أحبائي إذا كنت تعجبتكم في المرة القادمة اخترحوا علي الأسماء ونعطي لكم ونجيب لكم معناها شكرا إلى اللقاء برافو نوها برافو بنتي برافو تفضلي 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 تعالي 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 بنتي تعالي ما اسمك؟ مالاك 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 ماذا تسكني مالاك؟ صفصافة عين أجل قديمة آآ عين أجل قديمة خيار الناس قلنا نكتة تعالي بنتي قال لك واحد واحد المشحاحين كان راحوا زوج المشحاحين راحوا 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 في المطعم كانوا يقولون تتخلصوا ولأخر يقولون تتخلص حتى جاء الشافتح قالهم خلاص أنا رأيت للكام شوفوا تحطوا ريصانكم في الباسينة وتحطوا ريصانكم في الباسينة ليه يخرج راسو ثم هو ليه يخلص وليما يخرج هو ليما يخلص ما زالهم داخل الباسينة مالتم هالك هالك وفق هل اسمك هل اسمك او اسمك وقت تم واسمني عبد الراحم عبد الراحم اقعد او اسمك او فقعد لماليش قال لك واحد شرب نص نص كهشي تعرقاد نص حبك كهشي تعرقاد ايه قط خلق بعين وحده اه قط خلق بعين وحده ابرابو تعال تعال اروح ايو باقعد قدام اقعد قدام اقعد قدام واسمك جليل ها جليل عندك نكتة جليل ايه احكي لنا وش هي نكتة 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 انوا الدفاة الفلموس لان فينكتة نكتة نكتة انتق 우�pton عمر به اروح alluded together, jagr ε слож at the place around أروح اللفور جفت برافو اسمك أولي ديh? نعيم نعيم، من احكي لناجه نكتة نعيم اااااااااا gave me familade اقعد قطع دو رجل عنده میاد رجل عنده مية زالاف 對 اااااا بأصد رجل عنده دل يا رجل عنده الميترون، ومئة أسفل ميادوره. بعد قتلوت الميترون بعملت المئة أسفل, باشيحوص على الميترون.. برافو، 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 برافو. تعال تعال، تعال، واسمك؟ خالد محمد. أنا أخوه. قعد مع أخوه هملا، قعد معي أخوه؟ هاي. هدك تداني، هدك تداني أخوه؟ آه، هروح. جيتوا في ثلاثة، وين تسكنوا؟ في فوقا؟ ادي اسم واحد ربالا هيا الذخ десятية شيء انم سال احكي انتا عندي اغنية غني نقص الزناني بالمجن نقص الزناني بالمجن نقص الزناني بالصابون نشوب كسحلي بسخون انا نحب الانيشة نحب مال ماداسة انا نحب عاقي امي ايام الاسبوعي سبعة نبدأها من اليوم الجمعة سبت احد والاثنين نقص الزناني نقص الزناني ثم يكون الثلاثاء يا صعبي في الاربياء ثم خميس ثم جمع ايام الاسبوعي سبعة برافو 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 شكرا يا أطفال على هذه النكة الجميلة دركنا لحقنا للركن اللي تحبوه كامل انتم والأطفال اللي رمي شاهدوا فينا هو ركن الجواب عن اللغز اذا ما هو الشيء الذي اذا دخل الماء لا يبتل واذا دخل النار لا يحترق شو اللي عنده الجواب الهواء 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 الحطب الحطب لا الحطب يبتل في الماء الظل الظل برافو 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 الشيء او سبعة عرفتها طورة وش هي طورة طورة لا لا انت عرفتها الخيال الخيال كيما يقول برافو برافو الخيال الظل كما قال لكم صادقكم هو الظل الخيال اذا دخل الماء لا يبتل واذا دخل النار لا يحترق احنا ليسيب الجواب على اللغز دايما نعطوله هدية اذا تفضل تاخد الهدية تاعك من عند عمو يزيد تعال اروح اروح اذا الهدية الهدية تتمتل في قبعة مع عمو يزيد تقيك من اشيعة الشمس الضرة وكذلك نعطولك سيدي في 22 اغنية اول سيدي لعمو يزيد واسمه من حقي الطفولة في 22 اغنية ان شاء الله تستفد بهم والا برافو بليدي بالتوفيق لا شك العفو 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 اذا بعد اللغز عدنا ركن لنا نحبو بزافو وركن عيد الميلاد عيد الميلاد اليوم عيد الميلاد عبد الرحيم تعال عبد الرحيم اذا اصدقائنا يروحوا يجيبونا القاتوة عبد الرحيم واحنا نغنولو عيد ميلادك احلى عيد تغنوه كامل معايا هاي عيد ميلادك احلى عيد رب تكتب لك عمر جديد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد اشتركوا في القناة من القلب يليك نتمنى صحة وسعادة وهنا شرع يا ربي لمية سنة وتعش أيامها أفرار شرع يا ربي لمية سنة وتعش أيامها أفرار يا بانين ويا بانات يلو نطير فارونا يسهل مراح غني نفرع ونعش أحلى الأوقات يسهل مراح غني نفرع ونعش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها ليلى حلوى يا محلاها بسمك أنت زيبناها ليلى حلوى يا محلاها بابا بابا يدولوه وصحابه يبركلوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل سنة حلوى سنة حلوى سنة حلوى يا جميل برافو إذن عبد الرحيم تصفيقة تصفيقة إذن عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة ثنين واحد طفيش معه واحد معلش كان مزروب شوية حبسنا في ستة عندك ستة ثنين هيا خلاص معلش عبد الرحيم معلش إذن يا أطفال عمو يزيد دلكم شهادة مشاركة شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حيثة مع عمو يزيد هذه تعبد الرحيم وكامل نعطوها لكم في انشميز هكذا الشابة تحتفظوا بها وتعلقوها في الدار إذن قاع الشهادة تعكم كي تخرجوا تسبوهم ينتظروا فيكم تفضل عبد الرحيم أنا مبقى لي إلا نقولكم ابقوا على خير السنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة باي باي لا تحزن وحن الودع يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عم يازين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عم يازين ترجمة نانسي قنقر